وبمناسبة أيدي الفطر المبارك كل عام أنتوا بألف خير يا رب ينعاد عليكم بالصحة والخير والسلامة والموفقية المام الزوج يزوج والما يتعين يتعين والما عنده فلوس يصير عنده فلوس كل عام أنتوا بخير متابعين الجميلين طبعا حتى لو كان الموضوع تمثيل لكن حقيقة هواي هذا شي موجود بالمجتمع العراقي أنه لمن الأهل يضموا البنية ويزوجوها شخص من ذوي الاحتاجات الخاصة أنا ما أقصد أنه شخص مقرم أو مشلول أو كذا لكن شخص يعاني من هاي الأمراض اللي ممكن يتوارث من عندها الأطفال هاي إذا خلف هو نشوف أهل يظلمون بناتهم نحن ما نعترض على حكم الله سبحانه وتعالى ولا نعترض على خلقة الله سبحانه وتعالى ولكن نعترض على ظلم اللي تتعرض للبنات ذول الشباب لما نمثلوا هاي المشهد يحابلوا يوصلون بي صورة وفعلا هذا الشيء موجود منتشر بالمجتمعات العراقية للأسف أنت بوجهة نظرك اكتب لي لك بتعليقات هل تقبل أختك تزوج شخص يعاني من هذا المرض اللي حقيقة هو ما لعلاج أو لا وشنو ردت فعل الأهل إذا جاهم شخص تقدم لهم من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من مرض الاضطراب أو الانفصام بالشخصية أو التأخر بالنمو يعني شون مثلا عقل عقل طفل وشكل شكل رجال اكتب لي رأيك بالتعليقات سوي الدعم لأصحاب القناة الضعيفة صعد قناتك لعلم مشاهدات والاشتراكات الشروط كل السهلة ما علي غير ننتزل قسف التعليقات تلقى حساب الانستجرام تراسني هناك وفهمك شون أصعد قناتك وشون تحصل أرباح من اليوتيوب وشون تكون هاي القناة مصدر رزقك راسني وهناك راح أفهمك شون أسوي لك دعم شكرا